لازم نبدأ بالماتش اللي أبهرنا كلنا وهو ماتش المغرب وبلجيكا في البداية حب أعرف يعني رأيك في الخطة خطة وليد الكراكي مدرب المنتخب المغربي وخصوصاً أن المنتخب المغربي كان بيدفع فقط في الشوت الأول واختلف الوضع تماماً في الشوت الثاني إيه اللي حصل؟ خلينا نتكلم أن وليد الكراكي أدار المباراة أعتقد بجودة كبيرة وهو ما اختلفش كتير في الشوت الأول عن سواء التشكيل أو أسلوب اللعب عن مباراة كرواتيا وده لسبب ما لأنه هو من الشوت الأول هو مش محتاج حي غير أنه هو يدخل لعبته في المباراة ياخده الثقة ويستهلك لعيبة بلجيكا بدنياً خصوصاً أن لعيبة بلجيكا لعيبة عارفين كلنا أن هي لعيبة متقدمة في السن ومع بداية الشوت الثاني ظهر التحول المغربي الكبير في الأداء وظهر ضغط عالي من بداية الشوت الثاني قدروا يفتكوا الكروات في مناطق خطر لبلجيكا شفنا أخطاء من لعيبة كبيرة في منتخب البلجيكا عندها خبرة زي فيتسل ودي بروين أخطاء في التمرير ده نابع من الضغط الكبير لواليد الكروكا عمله بداية الشوت الثاني حتى التغيرات اللي عملها واليد الكروكا تكون لها تغيرات هجومية سواء عبد الحميد صبيري اللي هو دايماً بيستعين به في الشوت الثاني لأنه لعب هجومي رائع لعب مع لعب نادي سامدوريا الإيطالي وقدر إنه هو يسجل حتى أنا استغربت الكرة في الهدف اللي جي للمنتخب المغربي في وجود حكيم زياش صبيري هو اللي سدد المخالفة فاستغربت قبل تصويب المخالفة لكن بعد كده بعد المباراة رجعت لقيت إنه هو واحد من الأفضل لعيبة اللي موجودة في قائمة المنتخب المغربي في تصويب الكرات السابتة عشان كده قدر إنه هو يسجل الهدف الأول من كرة سابتة والتاني التغيير التاني طبعاً لزكريا بخلال طبعاً هو اللي قدر يسجل الهدف التاني وكان الكوتشنج رائع من وليد الركراكتين